موسيقى 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 انا وليت عيشة في الجاهين وليت قاعدة بوليدة خايفة عليهم موسيقى اخار سيد القاعدة لالياس فيجس باقة دالخدمة اليالو الاحسامة ورامة وخاى هيه يداتوا وغيرت ضربوه أه.. الباشا هو اللي يدربع شكاية بس تعتاقل الوليدات اللي غايضيعو ما غايقراو غايتشردو غايب قوي التعير بأموهم ونشاة للحبس ما عندهم شلوجة باش إنشاء ولا مدرسة الوليدات كوك أنت هذا كو خرجات وكنا دير الأمال كنا دير الأمال أخذي اللي أدخل ترجعتني كحلا ما فيها لدلالي أولادي لأم ديانهم ترجعو ركبت لي الباب ديان على الباب ديان لي ما كنت شهناية أخبرتني مادم أن الباب ركبت وليا جيت هنضرت معها قلت لي حيدي الباب دخلوا الجيران قلت خلي الباب قلت أصلا قلت هل مقدم بعدها في اللول جا قلت لي غادي نحييي ذو دخلوا الجيران قلت إحنا نشاهدين الباب رغيت حييد من بعد قلت كان نحييي ذو وغدا بعدو المحلية عند الخدمة ما كعرف مع الخدمة دي الكورونا الضغوطات مهم خلينا ترى الوقت هذا ومش تدفعت الشيكاية الوكي للملك على أساس أنا ضريت بزاف أصلا بدأ كنا من الأول أنا الباب ركبوه الباب ديان لي أنا كنا واحد المسافة باش بعدس على الباب دي لو سقصوا الباب دياني أنا غير قانونينا تركيبة بعدها كنا فانسي رحيت دياني أصلا أنا مش دياني هي عد أشجار دياننا دير بينا شيكاية على الباب هل هذا كان من المدة تقريباً لأحد العام هل لدي الباب شحل وانتم ديرينه؟ من ماذا جاءنا الترس كنا نتقريباً لأشياء عام وصر أصلاً كل شيء دياني لباب دياني لا يوجد شخص بياني لباب دياني وحنا أصلاً كان خافه أختي لأن درناد الباب دياني لعلو دوليدات باش ما يقدروا ش يدخل علينا شفارة باش يبقى ودراني محترفين في الدار ثلاثة دياني يبقوا في الدار في آماني الله وحفظيه المشكلة ليس لدينا لدينا شخصين على الجيران بصفة نهائية المشكلة هي تجار دياني اللي در شكاية بالباب نحن نتقبله الواضع واخر قبل ما يدر اسمح ليسي محمد قبل ما يدر هذه الشكاية بالباب جادق عليكم ودوا معكم حبياً وودياً هوته هو دير باب ديال الحديد؟ نحن نتقبله نحن نتقبله نحن نتقبله لماذا؟ لماذا يدر في اللون لا نريد أن نصابه هذا صعي عالب من الأول يدر واحد العام يدر بك شكاية هل تقبل هذا الباب؟ هل تقبله؟ نحن لا تحلش بره تحلش عندنا الداخل نحن نعدي المشكلة في الباب دياله لكي تحل الباب شكو اللي سبق في الباب اللي وأنتم؟ هما اللي سبقوه لذلك كي المشكل؟ هما اللي سابق عنا بالباب وحنا يتقال تقربنا نسكنه هنا عدرنا الباب ما كن عرفنا الباب أختيه كن مشيته أنا بنفسي حيدته أنا الباب كن مشيته أنا حيده بنفسي ما عندنا ما ندور باختيارات تشد لنا وولادها غا يضيعه. ما هي كتدخل عند الجيران. ما كتجمع معه جيران. ما هي من النوع اللي كتصحب معه جيران. ما من النوع ما طلبه. ما تعال حد. عندها كل ما عندهاش. كتدخل سوق رأسها. وعلى شو أخواتي بعتوها؟ مشيت عند وكيل ملكس. قمت لدي شكاية قمت لديها. خبرت بأن القائد. قمت لدي شكاية قمت لديها الباب. قمت لدي شكاية قمت لديها الباب. أصلا الشكاية لديها مهمة. قمت لديها قائد لديها زباية خير. هذا الخدمة لديه. على أحسن ما يرامه. أخيه يهداته وغيرت ضربه. نحن لدينا مشكلة على الباب. نحن نحطرم السلطات السليحية كاملين. ونحطرم الباشاة اللي يمكنها البناية. ومن يجر. كي نحيطوا الباب. نحن لم نعرضناها. المدام ديري شوية مقاريه شوية. ما تستوبعت. هدرات مع قتلي كما تستيدي دير بي شكاية. تور عندهم مخالفة في نصف الوقت. لماذا لم تطبقوا عليه القانون هو. تبقوا عليه آناية. بحالة ما عجباش الحال. بحالة حسات بالحقرة. ايه بحالة كا. وي مسكين مقارية. اشكو كانت قارية. ما غادية. لحظت وصل لها. بحالة موقع في قاح. ويها دي كالموهمني قد تزار معها بحالة كا. ما ما فهمت. استيد بحالة فتحة التليفون. اتسعب ابغاد تصورونا من عرف. اشد لنا التليفونات. احيضوا لنا التليفونات كاملين. خرجوني انا. يشدوني. مكتبوني في قوة المساعدة. حبطوني التحت. بقوير ساعدة البات. وتعوان دياري ولي معه. وفي نفس الوقت. القوة المساعدة كينين معهم. انا معاش عدد ما يوقع في الآخر. شو قلت لي اقل لها حتى ملقي تشي الرجال.��. اقل لها. انا غدين حكمك. انا غدين حكمك. وعود تاني لك شي ديال الروتيني اليومي ديال الليل أنا كتدير الروتيني واللايف تتظر بعض الصباح إحنا فايقين من الناس ودريلي كيشموا الريحة الكاريهة وولادي صغار كيشموا الريحة الكاريهة بنتي صغيرة كتببضان وصل للباب ندير الكمامة مكتديرش بره واش كتديرها فكتجي مرات كتدير الكمامة عند الباب كأنه ليحة خيبة كتخرج مع عندها رايحة المخدرات أنا أنا نقول أقدم العالم أنا رايحة الحشيش كتخرج مع عنده رايحة الحشيش كل شي كيعرفها كانت رايحة من جيدة أنا هاد المدة كل هوا تسمووا ذلك الريحة كانت شموا هات قريب مرة ربعات العشية الى ثلاثة دياللي ولا ربعة ديال الصباح والروحة كتخرج من تنم هدما هما خدامين لفذك شي ديالالليب ديال اما ذك شي ديالروتيني وروحة كتخرج هاد الشو وش وصلت ولي بسبب روتيني اليومي وش هذو التابعات ديالروتيني اليومي اختباط المحتوى اليومي لا تبقى جيدة ولكن للأسف الشديد تبقى الناس دائما تفكرون الفاتحة غير ذلك الفيديوهات وشاهد الشيء الذي يجعل الجار والجارة لا تريد أن تصريحهم يقولون حقا سمعوا كلامنا بي سمعت تصريحهم كيف هادروا عليكم لا أعلم ما أريده وانا لا أعلم شيئا أنا أردت جميع الجارة لا في الحي كامل ولا في العمارة التي ساكن فيها كلهم يحترموني لا يوجد مشكلة لديك المشكلة داخل دارك هل تدع لك دارك أو تنقش شيئا لا أريد أن يكون لديه دارك لا أريد أن تحسن ماذا لا أريد أن يكون دارك أنا حر في أن يريد ركشيش قلت لك ما سببه هو روتيني اليومي اللي كانت تدير فاتحة اللي خلت الناس أو بعض الناس بين قوصين أنهم يتحاملوا عليكم مطاف معاك الحقاش في الأول كانت تدير واحد المحتوى غير رائق والحمد لله من الناس عدروا معنا أخواتنا مغاربة نقرافهم عندهم مقلب طيب وبدلات هذا المحتوى وكاكل الناس بقوا حاقتهم وراء حيداتهم وما شعب وحدها يا أختي والله إلا كنت بوحدها نقولوا ماشي مشكي استهل وصاب في إياك قلتوا لها بدل بدلات ننصحوها وكل شيء ينصحها صراحة ولكنها بدلات يا فاطم الزهرة ما بقتش قدير روتيني اليومي بدلات وقد قدرت محتوى أخر فتحها عدري وشها ما عنده وشها الحوايج اللي كاتل بصور فيه مرعة اكتلبهم الترى كبير والليين كيخافوا على أولادنا أنا داري ما نبغوش نطلع في الدرجة بوحديته أنا كاتش فيهم ما تجيبوا أمن هنا يا مدراسة هنا كاتش عاوش نجيب دريامة ضعامارة إحداية ولكن نخافوا على أولادنا بزيف الناس ترى كلها الناس في العمارة هنا كل هم تيخافوا منها أنا نقولها قدام كل شغل يشوفوا هما يا كل هم تيخافوا منها محالة ما كيش ترجال في هذه العمارة هذه علاجة يا ما صلخات الجيران لوالو فين الشاهدة الطبية بس صلخاتهم ورا التيلة إلا ضربت الجيران الشاهدة الطبية بحال الجار ضيالها اللي كيقول لك اللي احنا اخفنا علاجة شنو عند فتيحة باش تخافوا عاد رويشة ما في حالها آش كون في حالها كون خدا تحقها الرجل اللي خدم 23 عاملة ورقها لا جوج فالاخر ترضوه كون عندها شي حاجة كون ما قدش يخدمها الرأسها مرا ما عندها هذه حاجة كون عندها شي خدمة ما غديرش الريوتين مرا عندها ثلاثة الولاد واي احنا واحد العائلة محافظة انا ما عمرني بنت انا اضطري الدبان على ود الباشا يا ذاك مشينا أنا ويا قطي عند طرق الملاكي أنا مهم بالمحال بيننا قد نخويه فعلا لا يسألون مدام ديرين عند رجال بالطارق بدخلات استقبلوه ولكن لماذا نجمع بجعل رجال الدارك الملاكي انكم تخويل محال حيث تحلينا الباب ربما يقدر يجب واحد يفرع الباب بزاف دي المسائل يعني خسنا يعني الباب حيدوه لكم السلطة من الباب اللي غادي كي يحميك ذاك الباب او ما حيدوه هنا يعني باب دي الخشبرة ماسي شي باب شي حاجة صحيحة ولا عادي فمشينا اختفاقين بالزهرة فاتحك تخاف شوية والمهم مني مشينا عند رجال الدارك استقبلونا ودخلات بقوتي عادروا مع ذاك الشي قال انت عندك ما فهمت شنو بلولاه اخير عاد عيطوا علي انا قال يا مودي اسم محمد سير حدي وليداتك انا سنشكرهم من المنبر ناس طيبين رجال الدارك ما في انت اعتاقلات اه ثم قال يا اخبار دير هاد الشيكاية وذلك الشراجات ما عند الواكيل عيم كلنا غادين اعتاقلوها حتى نشوفوه شنو كين الشيكاية شكون يدار بها الشيكاية سي محمد انت واش عارفة شنو مرتكة شنو المشكلة عندها عارف المشكلة شو يقدم بها الشيكاية الباشا واللي يدار بها الشيكاية بس تعتاقلو هاداك شي كتديرو ضد ضد في السكن ضد في العمارة يعني مخانفين ذاك شي لي كتدير ذاك شي دروتين صح الناس ما كينش الرجال في العمارة كتدير لي بغاة الناس دراو انا دبرا انا خرج شنوية نديني ولا نديني وخالي عارفة مش للحبس انا انا ما انا ديال اولو اذا كان المخزن بغاية يصيفتنا للحبس يصيفتني فتيحة السيد النهار اللي قال لي اغاندخلك الحبس فعلا ندخلها حيت علاش حيت عندون نفوذ ناضي كاي هدار كاي يقول لهم اللا دارت لي يا فعلت لي يا ولادي كلمات تليفون كيم ما قالها كلمات تليفون كيم ما قالها راه تشدات في علا راه هو قالها قال لي اغاندخلك الحبس اغوى ادخلها انا الاخبار اللي وسطني انا هداتوا وضربوا بشي حاجة وكشي طبسيل وكتعير اذا بحالة انا بحالة انا بحالة انا مدعيت هاش بحالة انا فهمت انا انا نريد تليم شكية باش خرجوا هما يرام وخرجوا قانونيين علاش اخويا دا بها تججار بغي تعان عارف بغي تعان عارف دا بها تججار منك احترسوا المخدام واش مرتاح بينوا وبين الله واش مرتاح بينوا وبين الله واش داميروا مكاي انبوش مكان مرتاح انا مدلمت هاش انا كيما قلتو الصحافة كيما قلتو كنتو شوف تيفي كيما عادرتو شكي السيد وكي المالك كان طلب الباشا يحن في الدراري ما يحنش فيه وما يحنش فيه يحن في الدراري كان طلب الباشا يشوف وجه الله وجه هاد الوليدات كان طلب الباشا يشوف وجه الله وشوف وجه الوليدات الدراري محنين ومعدبين ها هو ما عندك غاديين جايين دا بابا نصليل وحنا شدين طريق اليوم بالبارح نصليل حنا شدين طريق انا معدبا ولدتي معدبين اختي معدبا ولدتي معدبين اختيها دينة فتعة وكذلك كان طلب مصعدة الباشا يشوف من حل الوليدات يوم الحال يوم الحال المرادية يخلي لي وليداتي وتواوزي باخير انا كنت اجيلي هذه الرسالة ولا الناس اخوتي المغربة كاملة يطلبوه الله يخلي لي صحيح مع الزالة احنا لا نعيش في هذا الوقت ولمدام دي لك ما قلت لكم في الورا ما عارفاش بينا ما عارفاشوش بينا والباشا مره ما تهضرش مهاجا يرى عاد هضرات معي قلت لي يا راد شلي دلسانا يرى وخخطعت يرى زعنا عشان قوليك اجتني وفحت ساعة الغضاب وفي نبس الوقت هي مواعيه اربع ايام دا با مقارينش الدرالي شنو هاد المصر ديالات الشابة اللي غايطلع المصر ديالات الدرالي كي غايولي ومهم شدودة فكيت بشعدي ما كان نعزو ما كان ناكله ما كان نشربهاش ولا كنني ولدته لكوش اختي كان بغين دوله يخت فاطم زرك يقول لي يلا تجيما فينها خالتي ما بالقرب من كان ندير كان كذب علي اي جاية اي غاجة اي جاية وانا كان كذب ويام شدودة اشدرت اختيب طايم الزهرة غايت شردو ما نقدرش نشده وما اختيب طايم الزهرة انا اختي عندي اجي عندي الظارة وتشفي عندي بيت نعاس وعندي صالة وعندي اربعات الوليدات وانا ورجلي ايه الستة وولادها ثلاثة فين غا يكون اولادها من طبيعة الحالة اختبعت فيها المدام ديلا انا شكولي عندي انا في الدنيا انا نعتقد انك تخيل انها اليومين وانا في المعتقالة ايه اي من كذب عليك اختيب طايم الزهرة انا اختيب طايم الزهرة انا اختيب اللي هيا الله ومحمد رسول الله انا كنت نقل من من الرباط القنيطة عند الوليدات وعاوتاني ترجعت العين عاودة باش نشوف انا ماه نخاصها كيف ندارو معاها يعني ما خاصناش نعاش وماتها الريح اختيب طايم الزهرة وفي نفس الوقت ما أخذنا لدي التجربة لتنقل من مدينة عندما تقديم هذا الصباح سوف نذهب في صباح المعدة سوف تقديم لحظة الصباح سوف نذهب معه ضرورة سوف نذهب لحظة الرجال لحظة الأقوال إذا سوف نذهب معه سوف نذهب معه اشتركوا في القناة 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 سوء التفاهم بينها وبين رجال السلطة لدينا اختفاطين الزارة سوء التفاهم وانت السيدة بكل شيء ما ديرتها حاجة السلام عليكم ماذا تطلبت السماحة من سيد باشا؟ استقبلنا الصراحة استقبلنا وهضر معنا مزيان وكنا دير الأمل كنا دير الأمل لأخرج سعدي بمه هل تريد أن تخرج لولدتها؟ ماذا تريد أن تخرج لولدتها؟ هذه الأولادة ستشردوا يا فطم الزارة ماذا ستقبلوا؟ ماذا ستقبلوا؟ لا أستطيع أن نشدهم لا أستطيع أن نشدهم لا أستطيع أن نشدهم هل ستقبلهم؟ كيف تلقيت الخبر التي أعطيك هذه الأختي؟ أنا أعيط علي السيمو حمده وخصوصا اليوم ستعتقل كيف تلقيت هذا الخبر؟ كان لديكم أمل أن تخرج؟ كان لدي الأمال أن تخرج أنا منين مشيت هضرت مع الناس ورغبت الناس أنا الأمال أن تخرج اليوم أنا لم أصحبني سأعتقلوها وما نعرف أختي في تمزرة لم أفهمت أنا كيف تلقيت؟ الباب هو التحيد الباب السيدة هضرنا معه قال لي يا أمو رحبة ما سيكون والو قالوا لك لا ماشي الباب ما فهمنا أي شيء حان ما فهمنا كيف تلقيت ما سأفعله في الوليدات الدابة؟ ما عندي ما نفعل لهم أنا أغلحهم أختي إلا مشوا وتحكموا عليها أنا بقعا نشدهم دابة ولكن إلا التا حكموا عليها بالسجن ما نقدرش نشدهم ما عندكش طاقة ما عندكش الإمكانيات؟ ما عنديش أختي خاصة أنهم تقرؤوا في سيديحيا؟ نعم يقرؤوا في سيديحيا المدرسة غير تضيع سيضيعوا ماذا نعود لهم مرة أخرى كان طلب الجمهور المغربي كل وكان طلب السلطات يشوفوا من جهة الوليدات فقط شوفوا هاد زوجة هاد الوليدات اللي غير يضيعوا ما غير يقرؤوا غير تشردوا غير يبقوا التعايروا بأمهم ومشات اللحبس ما عندهم مش لوجة باش يمشوا لمدرسة الوليدات أسلوا للمسل للمساعدة بأنهم مدرسة لهم يقرؤوا وكانت إنهم تجربوا وأنا لم أقردوا كيف سوف ننزلوا أخي مرحلة ومسكنتها عنده أوليداتها كيف سنقروا ومسكينتها في سيديحيا والأخر تقرأوا في قناترا أفتم زربة يقولوا لي أنهم سألتهم أمامكم لم تشدوا أخي مرحلة أخي مرحلة ما سنقرأ قلت له كيف سنفعل لك؟ أنا في القناة ترون تفسي دي حياة ما عندوك غايدر يقرأ وتدريب غايدر لهم ما عندوك غايدر لهم ما عندوك غايدر لهم لا حول ولا قوتين بالله العلي العظيم صراحة مش هاد مؤلم جدا وكي بكي وأكيد غاي بكي جميع مغاربة تنتمنى صراحة أن هذه الولدات يتجمعوا مع الأم ديالهم ويتجمعوا فتي حرمها مكان ترى وحد إنسانة طيبة سادجة ربما ما قرياش ربما ما وعياش ربما ما فهمتش الغلط لي دارت تنتمنى الله أنها يتلقى صراحة على وجهة الولدات شو تبغي تقول سي محمد كثير لما أخيرا؟ أنا كنشكر أخوتي المغاربة وكن للأخير الوطن والأخير الوطن أنت بغيت أن تضامنهم معايا بس نخرج باتيها من السيزن لاحقا سي ما فتحها من اللومة حنا كو كنا بغينا نوصول لدي شي ما غادي ننروا الروتين ولا قلبنا نبحثي أو بزافعين واخا ندير اللومة أنا يا كاك وصابر أنا ودلوليدات واخا ندير مع أي حاجة بما غايت تقبل الشي راجل في حياة ديالو بس نعيش مع أوليدات يزوينو مع المادام ديالي وانتختي شوفي القادرة سنوكي وقا عليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة وكما أشتركوا في القناة ونحن نحفظ الموقف ونحن نحفظ الموقف ونحفظ المسكنتها ونحن لم يقرأ ونحن نحفظ الموقف ونحفظ السلطة المحلية ونحفظهم ونحفظهم مساعدة البشر مرة أخرى الله يرحم الوالدين ونرى الوالدين ويقعوا من ما يعيشهم وعلم أنشاء المرب关ة فهي بطافياتات ونحفظون نرسل استيقاني وانايران رغبته وانا يصنعوا إخوتي أعلم أن الشعب ت Stunden لا يدعي لي الوليدات من الشردين أو يقول لي في حد الحالة لا لا غبار عليها أنا عارف الحبس أختي صعيب وبالأخص بالنسبة النساء وبحال بالنسبة الأمهات بحالة باين مفتح المدم دي خلت لي الوليدات وخلتني أنا وخلت لي الضارع أو تاني والطريطة واشغل نقول لك أختي؟ لا حول ولا قوتي إلا بالله وأنا قاسم الخدمة تنقول يوم الله هذا يوم وتنطلب منهم يكون عندهم قلب حنين أنا لن تريد أن أختيار هذا الأمر الذي أعزيك أنا حبس أختي ما شيء إنسان وقد يكون معكل .. إنسان كما أريد أن تحنى عليه موسيقى